فردت المبادرة الرئاسية حياة كريمة نفسها لتكون حاضرة بقوة ضمن الموضوعات المهمة في منتدى شباب العالم خاصة في ظل الإشادات الدولية بالمبادرة والمطالبة بتعميمها المبادرة التي تستهدف تحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين في ربوع الجمهورية كافة تعد المشروع القومي الأكبر في تاريخ مصر ليس في حجم التكلفة فقط ولكن من حيث حجم المستفيدين منها والذي يتجاوز عددهم الخمسين مليون مواطن والذي أصبح يمثل نجاحاً مصرياً اجتماعياً لم يتحقق في أي دولة أخرى أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة تكمن في المجالات المتعددة التي تشملها من تحول رقمي وصحة وصرف صحي وطرق وكهرباء وغاس طبيعي وتأهيل منازل وبناء وحدات سكنية فضلاً عن إنشاء العديد من المجمعات الصناعية لتكون فرصة جيدة لإهالي القرى في إيجاد فرص العمل المناسبة مما يؤدي إلى تقليل معدلات البطالة وبالتالي انخفاض معدلات الفقر وتطوير الوحدات المحلية والشباب والرياضة والخدمات الصحية والتعليمية والتدخلات الاجتماعية المختلفة حيث يستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطن الريف بإجمالي 4584 قرية وتوابعها وذلك بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه الحياة الكريمة للمواطنين هدف استراتيجي عملت الدولة على تحقيقه من أجل أن يحيى المواطن المصري بالحياة التي يستحقها والتي كان يفتقدها على مدار سنوات عديدة خاصة أن المبادرة الرئاسية تعمل أيضاً على إعادة تأهيل المدارس لتكون مناسبة للثورة التكنولوجية الهائلة التي تشهدها الدولة المصرية المبادرة الرئاسية التي لقت إشادات دولية سيما بعد نجاحها على أرض الواقع كذلك بوصفها نموذجاً مصرياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هي واحدة من بين المحاور التي تتناولها النسخة الرابعة من المنتدى كون أن جل عمل المبادرة يقوم على سواعد الشباب المتطوع وكذا الكوادر الشباب التي تعمل على تنفيذ مشاريع المبادرة بمختلف مجالاتها إذ أن عمل المبادرة لا يقتصر على مجرد التدخل الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو تحسين البنية التحتية إنما أيضاً المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بما يتناسب مع التزام مصر بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والتي تتضمن تحسين جودة البنية التحتية ومستوى المعيشة من حيث الحماية الاجتماعية وتوفير السكن اللائق وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري بالإضافة إلى بناء الإنسان من خلال تطوير وتحسين الخدمات فضلاً عن توفير فرص عمل اللائقة من خلال توفير قروض للمشروعات الصغيرة ترجمة نانسي قنقر